أطلق بحافظ قنا أشرف الدويدي إشارة البدء لموسم عصير القصب لعام 2022 بمصنع سكر قوس يأتي ذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبدلها الدولة لزيادة معدلات الانتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وصولاً للاكتفاء الذاتي خاصة في مجال المحاصيل السكرية وذلك وفقاً لأهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 لتأمين احتياجات المواطن من السلع والمنتجات الغذائية اشتركوا في القناة